الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعظيم دور الجهات المعنية بالشباب ورياضة في مصر والسعودية في النهوض بالشباب رياضيا اجتماعيا وثقافيا بلنكنا يتعهد في إسرائيل بدعم الولايات المتحدة لإعادة أعمار غزة وزعماء الاتحاد الأوروبي وفقون على تبرع بمئة مليون جارعا من لقاحات كورونا الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينج نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم وبداية هذه النشرة مع ليلاس كافوزي إليك ليلاس شكرا لك يا لما وأهلا بكم مشاهدين الكرام أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمقى وخصوصية العلاقات بين مصر والسعودية في كافة المجالات وأهمية تعظيم دور الجهات المعنية بالشباب والرياضة لدى الجانبين في النهوض بالشباب رياضيا واجتماعيا وثقافيا وخلال استقبالها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية ودكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودية عضو مجلس الوزراء وزير الحج والعمرة وياسر مسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد الرئيس السيسي أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالنشئ والشباب وقال المتحدث بإثمار رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والسعودية لتبادل الاستفادة من تجارب العمل الشبابي والرياضي بكل البلدين الشقيقين وكيفية استغلالها في استثمار طاقات الشباب وبناء كوادر مجتمعية شبابية فعالة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن دولة تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص باعتباره شريكا مهما في مسيرة النهضة التنموية التي تقوم بها مصر حاليا في مختلف القطاعات تحت قيادة رئيس عبد الفتح السيسي جاء ذلك خلال افتتاحه المجامع الصناعي لمجموعة العربي بمدينة قليوب والمتخصص في إنتاج أجهزة الطهية وفي مستهل جولته أشار مدبولي إلى أنه تم تحقيق خطوات ملموسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم أنه لا تزال مما الدولة بعض التحديات والتي من بينها ضرورة العمل على توفير مليون فرصة عمل سنويا في ظل ظروف صعبة نظرا لجائحة كورونا تبع رئيس الله وزراء دكتور مصطفى مدبولي الموقفة التنفيذية للمشروعات التي تعمل عليها وزارة الزراعة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقال مجلس الوزراء أن وزير الزراعة السيد القصير استعرض خلال اجتماعه مع مدبولي استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية 2020-2021 موضحا أن الاستراتيجية تعتمد على خطة تنفيذية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات والتوسع في المشروع القومي للابتلو وإجراء التحسين الوراثي وتوفير السلالات المحسنة وتوفير الرعاية البيطارية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية وتطوير مراكز تجميع الألبان وتطوير مزارع الانتاج الحيوي التابعة للوزارة التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبوليا رئيس تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستعراض عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة وخلال الاجتماع أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أن مصر جذبت مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم جأحة كورونا مشيرا إلى أنه من يناير وحتى أبريل الماضي تمت الموافقة على 13 مشروعا جديدا برؤوس أموال 167 مليون دولار وبتكاليف استثمارية 748 مليون دولار كما تم تأسيس 9,434 شركة خلال تلك الفترة هذا وقد استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الترتبات لتنظيم الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية خلال الفترة من 11 وحتى 14 من يونيو القادم بشارم الشيخة أكد وزر الله خارجية سامح شكري ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أهمية البناء على بيان العلا عبر اتخاذ مزيدا من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترات القادمة وقال المتحدث باسم الخارجية سفير أحمد حافظ أن اللقاء الذي عقده شكري مع نظيره القطري في قصر التحرير استهدف مناقشة ما شهدته أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي في أعقاب التوقيع على بيان العلا في يناير 2021 فضلا عن مناقشة مواقف البلدين إذا أهم القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي هذا وأوضح حافظ أنه اختتمت بوزارة الخارجية جولة جديدة من اجتماعات اللجنة القانونية ولجنة المتابعة المصرية القطرية المعنية بمتابعة اتزامات البلدين في إطار بيان العلا حيث واصل الوفدان بحث المسائل العالقة والاتفاق على دورية عقاد اللجنتين لحين الانتهاء من إنهاء كافة القضايا العالقة تواصل مصر إرسال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة وذلك ضمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وإعادة إعمار غزة حيث وصل إلى ميناء رفح البريء ثاني قوافل صندوق تحيا مصر والتي تضمنت عشرين حاوية محملة بأكثر من خمسمائة طن من مواد البناء كمساهمة في عملية إعمار القطاع أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة البدء العاجل بمسار سياسي تحت إشراف اللجنة الربعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وخلال لقاءه بمقر لا رئاسة في مدينة رامالله مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن استفضي شدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تكثيف جهود إعادة إعمار غزة وضرورة أن تشمل التهديئة التي يجرى العمل عليها أيضا وقف اعتداءات واقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك مؤكدا في ذات الوقت استعداد القيادة الفلسطينية لمواصلة الحوار الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ملتزمة بالشرعية الدولية قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحفي مع النظر الأردني في رامالله إن هناك زخما دوليا غير مسبوك لإيجاد حل سياسي يتيح قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني موقف الأردن المعروف وهو الموقف الداعم القوي المساند لفلسطين وحقوقها وإذانة للعدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا في قطاع غزة تحدثنا في أهمية هذه المرحلة وفي ضرورة استكمال التنصيق الأردني الفلسطيني ونحن نعتبر بأن التنصيق مهم جدا تنصيق ناجح وعلى أعلى المستويات نحن نفخر بهذا المستوى من التنصيق ما بين المملكة الأردنية هجمية ودولة فلسطين بتأكيد نحن ليس فقط نتحدث عن التهديئة وإنما في كيفية تكبيت تلك التهديئة لتكون تهديئة دائمة ولكن هذه التهديئة هي أيضا ليس فقط تشمل قطاع غزة وإنما أيضا القدس الشرقية والضفة الغربية تحدثنا أيضا في موضوع إعادة الإعمار لقطاع غزة ولكن أيضا موضوع إعادة الإعمار في قطاع غزة يجب أن يكون جزءا أصيلا من تصور ومن خطة أوضح وأشمل وأكبر تشمل أيضا الحديث عن مسار سياسي يخرجنا من هذا الوضع المتكرر المستمر على مدار السنوات السابقة أكد وزير الله خارجية الأردني أيمن الصفضي أن الأردن مستمر في بذل كل جهد لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مشيرا في مؤتمر صحفيا مع نظيره الفلسطيني في رام الله إلى أن ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح يشكل جريمة حرب وسيعيد تفجير الوضع الرسالة التي تشرفت بنقلها من سيدي صاحب الجلال الملكة عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس عمود عباس اليوم أكدت الموقف التاريخي المعروف للمملكة في الوقوف إلى جانب أشقائنا بكل ما تستطيع المملكة وأن تستمر في بدل كل جهد ممكن من أجل إسناد أشقائنا ومن أجل تلبية جميع حقوقهم المشروعة وخصوصا حقهم في الدولة المستقلة ذات السيادة كما قلت وعاصمة القدس المحتلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق مبادرة السلام العربية فاليوم والرسالة أيضا أكدت وبحثت تنسيق الجهود من أجل التعامل مع المرحلة الحساسة التي نحن بصددها اليوم بعد وقف العدوان على غزة وضمان التقدم إلى أمان باتجاه إيجاد الأفق السياسي الحقيقي الذي يشكل السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار التصعيد الذي شهدناه التقى وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلانكن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهي ولاية بن يمين تنياهو في مستهل زيارته لتالي أبيبة وتأتي زيارة بلانكن لإسرائيل في مستهل قولة بشرق الأوسط للاكتماع مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في ظل وقف إطلاق النار الذي تم توصل إليه بين الجانبين برعاية مصرية وبحسب الخارجية الأمريكية سيزور بلانكن أيضاً رام الله والقاهرة وعمان خلال زيارته الممتدة إلى يوم الخميس وسيلتقي مع زعماء آخرين بالمنطقة هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكن أنه جاء لمنطقة الشرق الأوسط في محاولة للحد من التوتر وخلال مؤتمر صحفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أشار بلانكن إلى أنه على الجميع مضاعفة الجهود لتحقيق السلام ولتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين جئت إلى المنطقة لمحاولة الحد من التوتر علينا مضاعفة الجهود لتحقيق السلام وتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين الولايات المتحدة ستعمل على حجد التأييد الدولي لإعادة أعمار غزة وستقدم مساهمات لقد نقشت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي كيفية تحسين الأحوال الإنسانية في غزة وبالعودة مشاهدين الكرام مرة أخرى إلى دعم المصري المقدم لفلسطين وتحديدا قطع غزة عبر معبر رفح والتي توالت الشحنات الداخل الآن من المعبر ينضم إلينا مباشرة من معبر رفح عوض الغنم ورسل أكسونيوز اللي طلعنا على الصورة من هناك في إطار أوجه أو شكل الدعم الذي يصل من الداخل البصري إلى القطاع عوض إليك الصوت والصورة مواد الغزاية والبنائية التي تصل على مدار الساعة هنا إلى معبر رفح ثم بعد ذلك تنتقل إلى الجانب الآخر حيث غزة لكن المشهد عموما في منطقة الشرق الأوسط وانعكاب ذلك على سكان غزة الذين التقينا بهم يؤكد بأن هناك مياه كثيرة تجري في نهر العلاقات السياسية والتطورات السياسية فيها المشهد في الشرق الأوسط ومهم هنا الإشادة على لسان أو التسكير بالإشادة على لسان الإخوة الفلسطينيين الذين التقيناهم بالزيارة المهمة التي قام بها بالأمس وزير الخارجية المصرية إلى رمالة ولقاء بالقيادات الفلسطينية وفي المقادمة أبو مازين وأشهد الفلسطينيين بأن مصر داعم ليس فقط على السعيد الدبلوماسي للقضية الفلسطينية ولكن أيضا ما يتم هنا على مدار الساعة بالنسبة للدعم اللوجستي الذي يقدم لإعادة الحياة مرة أخرى بعد غزة بعدما توقفت لنحو إسبوعين تقريبا جراء هذا العدوان الذي استمر على قطاع غزة من ناحية أخرى هناك ازدحام شديد بالنسبة للقادمين والمسافرون في الاتجاهين وهنا في محيط معبر رفح التيسيرات تتم على أفضل ما يكون الإجراءات تتم بشكل سلس للغاية حتى يتم الصفر الإخوة الفلسطينيين سواء القادمون من القاهرة أو في الاتجاه المعاكس أو القادمون من قطاع غزة ونقل المصابين أيضا يتم بشكل سلس وإن كان قد قل اليوم بعكس الأيام الماضية والمسافرون بالعكس هناك ازدادة كبيرة بالنسبة لعدد المسافرون ربما لأن الأوضاع أزبحت أكثر هدوءا ولكن تبقى هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها الوزير الخارجية الأمريكية خلال هذه الساعات هنا في المنطقة تأثير كبير وانطباع كبير لدى الفلسطينيون هنا ومؤكدين في ذلك ما كان لولا الدور المصري ولولا الهدن المصري التي رعتها ما وصلنا إلى هذه الحالة وهذا الهدوء الذي تعيشه كل المنطقة خاصة بأن السياسة دبلونسية المصرية تعتمد لما على سلاسة مرتكزات أولا إعادة عملية السلام مرة أخرى ثم وقف القتال أو استمرارية عملية وقف العنف بين الطرفين لأمد طويل مع دخول هدنة إضافة إلى عودة عملية السلام مرة أخرى على مرتكزات الأمور الدولية أو القانون الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود 67 عودة إليك نعم عودة بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات عودة الغنم من معبر رفح أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أن استقرار الأوضاع في ليبيا يعد مصلحة مشتركة بالنسبة لمصر والولايات المتحدة وأوضح المبعوث الأمريكي في لقاء خاص مع أكسرا نيوز أن كل المشاكل الأمنية في ليبيا يمكن لتعامل معها حين يتم تشكي الحكومة جديدة أعتقد أننا أدركنا خلال العام الماضي تحديدا أننا ومصر لدينا مصالح مشتركة في استقرار الأوضاع في ليبيا ونحن نفهم أن مصر لديها مصالح أمنية هناك وشواغل أيضا نعم وشواغل أيضا هذه الشواغل يمكن التعامل معها من خلال وجود حكومة مستقرة في ليبيا وإخراج القوات الأجنبية ومساعدة ليبيا على استعادة سيطرتها على أراضيها العملية السياسية التي نعمل فيها مع مصر مصر كانت قوية وهمة في هذه العملية ونحن نؤمن ليس فقط أننا سنفيد ليبيا ولكننا سنفيد مصر والإقليم ككل وفي مصلحاتنا نحن كالولايات المتحدة أن يكون هناك استقرار وأن لا تكون ليبيا في مهب الريح وشدد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا على ضرورة تلبية مطالب الليبيين الذين يريدون بلادهم ذات السيادة ولا تكون رهنا لأي شيء كما أكد في لقائه مع أكسترونيوز على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة نحو طرد المقاتلين الأجانب من ليبيا لن نقوم بهذا وحدنا ولكن ما سنفعله هو الدعم الرغبة الليبية لطرد هؤلاء العناصر عندما تنظر إلى اللغة التي كتبت بها اتفاقية إطلاق النار في أكتوبر الماضي التي أكدت على خروج كل المقاتلين الجانب خلال تسعين يوم كل الليبيين يريدون لليبيا أن تكون هادئة ومستقلة وذات سيادة ولا تكون رهنة أي شيء ليبيا ستكون في موقف لكي تختار من الذي ستتعاون معهم أمنيا وفي الوقت نفسه إن دور هؤلاء المقاتلين الأجانب واللاعبين العسكريين الخارجين لا بد أن يختفي أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية دعم الجامعة لوحدة اليمن واستقراره وسيادته بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية جاء ذلك خلال استقباله أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني والوفد المرافق له وذلك بمقر الأمانات العامة هذا وشدد أبو الغيط على أن الهجمات التي يشنها الحوطيون على السعودية وكذلك على المدنيين في مأربة وغيرها لن يكون من شأنها سوى إطالة معاناة اليمنيين في كافة أرحاء البلاد أعلنت سوريا استكمال جميع التخضيرات وتجهيزات لازمة للاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات رئاسة الجمهورية والمقرارة الأربعاء وقال وزير الداخلية السوري محمد رحموت في مؤتمر صحفي إنه يحق الانتخاب لثمانية عشر مليون ومائة وسبعة ألاف ومائة وتسعة مواطنين في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري في السادس والعشرين من شهر أيار لعام 2021 تعلن وزارة الداخلية عن استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية من تجهيز المراكز والصناديق الانتخابية في كافة المحافظات السورية وتسجيل عدد المواطنين السوريين الذين يحق لهم الانتخاب داخل سوريا وخارجها وبحسب المادة الرابعة من قانون الانتخابات العامة رقم خمسي لعام 2014 فإنه يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن سوري أتم الثامنة عشر من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لأحكام هذا القانون وعليه فإن كل من أتم الثامنة عشر من تاريخ 26.05.2021 يحق له الانتخاب أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية في سوريا بدء الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمرشحين وذلك قبل 24 ساعة من انتلاق التصويت داخل سوريا يتوجه الناخبون السوريون في السادس والعشر من مايو الجاري إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية من بين ثلاثة مرشحين وهم الرئيس السوري بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله الوزير السابق ومحمود مرعي الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية المعارضة انتخابات تعتبر الثانية منذ أن بدأت الأزمة في سوريا في عام 2011 حيث فاز بشار الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة عام 2014 بنسبة تجاوزت 88% من الأصوات فاللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا تسلمت نتائج فرز أصوات الناخبين السوريين المقيمين في الخارج المدلين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السفارات والقنصليات السورية حول العالم وصرح رئيس اللجنة أن نتائج الانتخابات في الخارج ستدمج مع نتائجها في الداخل التي ستجرى الأربعاء ومن ثم تعلن النتائج النهائية لها بدوره أوضح وزير الخارجية والمغتربين السوري أن الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج جرت في 46 صندوقا انتخابيا في السفارة السورية وصارت بشكل إيجابي وبأجواء ديمقراطية انتخابات سوريا تجرى مرة كل سبع سنوات وفي حال فوز الأسد ستكون بذلك الولاية الرئاسية الرابعة التي تقول إلى الأسد منذ توليه الحكم في العام 2000 قال العهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إنه سيظل استقلال الأردن رمزا لعزة وطن لم يألو جهدا في دفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى 100 عام من تاريخه وفي تغريدة على تويتر أشار العهل الأردني إلى أن استقلال الأردن صنعه الأباء والأجداد بالصبر والعزيمة وحماة جيشه العربي اشتركوا في القناة في العراق أعلنت أن سلطات القبضة على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في بابل وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين ضمن خلية إرهابية عملت ضمن عصابات داعش الإرهابية بما يسمى جنوب بغداد دعت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إلى دعم مقترح إنشاء مجلس عالمي للتهديدات الصحية لاستعادة القدرة على الاستعداد والدفاع ضد الجوائح والأوبئة شددت ميركل في كلمة مصورة خلال اجتماع الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية على ضرورة دعم المنظمة دائم بالمال والأفراد وضمان توفير الرعاية الصحية لأكبر عدد ممكن من البشر بما يتضمن اللقاحات والفخوص والعلاجات المرتبطة بفايروس كورونا اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على تقديم مئة مليون جرعة لقاح مضاد لفايروس كورونا المستجد للدول النامية قبل نهاية العام الجاري وخلال قمتهم دعا زعماء الدول الأعضاء إلى الإسراع في استخدام شهادات التطعيم الرقمية خلال الشهر القادم مشيرين في بيان مشترك لأن احتواء الأزمة الصحية يقتدي مقاربة شاملة على الصعيد العالمي ولللا مزيد من المتابعة مشاهدين الكرام ينضم إلينا هاتفيا من اللانامسا مصطفى عبد الله الكاتب الصحفي مدير مكتب الأهرام هناك ورحبا بك سيد مصطفى بداية على شاشة أكسرا نيوز إذن هذه القمة الأوروبية ناقشت العديد والعديد ربما من الموضوعات ولكن تحديدا عند نقطة أو مناقشة جائحة كورونا العديد من التوصيات خرجت منها قيام هذه الدول بتقديم مئة مليون جرعة إلى الدول النامية قبل نهاية العام الجاري هل ستكون سيد مصطفى هذه الجرعات تحت ألية كوفاكس وما أمكانية بالفعل تقديم كل هذه الجرعات قبل نهاية العام الجاري خاصة بعد تطعيم هذه الدول لمعظم سكانها من اللقاحات أهلا بحضراتك بأستاذ المشاهدين الكرام هو زي ما حدثت تفضلتي فعلا دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على التبرع بمئة مليون جرعة على الأقل من لقاحات كوفيد 19 للدول الفقيرة بحلول نهاية العام الحالي وبتتزايد الانديدات أيضا باستمرار من كل دول أوروبا وهذا القرار جاء بعد أن تجمع مجموعة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمدة لقمة بتستمر يومين ودع القادة للعمل على زيادة الضمان وصول عادل للقاحات في العالم وأكدوا دعمهم لبرنامج كوفاكس المدعوم من الأمم المتحدة بهدف يهدف كوفاكس لضمان وصول عادل للقاحات كوفيد 19 للدول ذات الدخول المتوصل ومن جانبها أعلنت أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون ديردين خلال كلمة لها في القمة أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بالتبرع مع حلول نهاية العام الجاري بمئة مليون جرع على الأقل من القاحات اللقاية من فيروس كورونا إلى البلدان المنطفدة والمتوسطة الدخ مشيرة إلى أن تحسين طرق حصول تلك الدول على الجرعات تأتي في أولويات الاتحاد الأوروبي وأعلنت أيضا تون ديرلين عن تأسيس منتدى سنوي لتنصيق الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا نعم طيب سيد مصطفى أيضا تم خلال هذه القمة مناقشة إعادة فتح الحدود الأوروبية بعد حملات التطعيم المكثفة التي قامت بها هذه الدول وتم إقرار الشهادة الصحية الرقمية يعني لو تشرح لنا هل بالفعل سيتم إعادة فتح الحدود دون أي آثار والشهادة الرقمية أو الرقمية الصحية أيضا يعني ما هي وما أبرز الفوائد التي من الممكن أن تقدمها للشخص الملقح؟ والحقيقة الكلام بتحضرتك ده مزبوط بس هناك يعني تعارض بين خطط المستشار النمساوي ووزير الصحة النمساوي لتخفيف القيود لأن هناك جدل كبير بتعيفه الحكومة النمساوية المؤلفة من حزب الشعب المحافظ وحزب الخط بعد تصريحات المستشار النمساوي أثناء زيارة له لمقاطع سيرول النمساوية حيث قال كورت هو المستشار النمساوي أن تكثيف إجراءات الكورونا أمر لا يمكن استجناء عنه والوعود بالمزيد من التخفيفات في الشهر المقبل وزير الصحة من جنبه وولف جانج موكشتين انتقد تصرع المستشار النمساوي وطالت باستمرار ارتداء المساكات طيفا وشتاءا من حيث المبدأ ووزيرة السياحة إليزابيس كوستينجر دخلت على خط المناوشات لتعبر عن دهشتها من تصريحات وزير الصحة وقالت أنها تجري محادثات معه في الأسبوع المقبل لأن ده سيكون لتخفيف الإجراءات الكورونا أثر إيجابي على السياحة في الثلاث في النمسا خاصة يعني تخفيف الإجراءات وإعادة فتح الحدود هو موضوع ما زال قائم عليها الجدل حتى الآن أشكرك شكرا جزيلا سيد مصطفى عبدالله الكاتب الصحفي مدير مكتب الأهرام حدثنا هتفيا من النمسا على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر وفي أخبار عاجلة استقبل السيدة رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم سيد مصطفى براف رئيس إتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية الأونوكا وذلك بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة وسيد الشام خطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وصراحة لمتحدث رسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد مصطفى براف قام بإهداء سيد رئيس وسام لاستحقاق الخاص باللجنة الأولمبية الإفريقية والذي يعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية في القارة الإفريقية مشيدا بدور مصر التاريخي كأحدى الدول الإفريقية المتفوقة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية خاصة في ظل كونها أكثر الدول فوزا بدورة الألعاب الإفريقية على مدار تاريخ وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصرية الرياضي في إفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية وثقافية إلى جانبي تلك الرياضية كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الإفريقية عن تقديرهم لكافة تسهيلات وتجهيزات التي وفرتها مصر لاستضافة فعاليات الجمعية العمومية 19 لها بالقاهرة مؤكدا ثقتهم في نجاح مصر على جميع الأصعدة في استضافة مختلف الفعاليات الرغاضية عالميا وقاريا خاصة في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد وكذلك ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى وهو من عكس في تنظيم رائع الأخير لبطولة كأس العالم لكرة الياد في مصر والذي حظي بإشادة دولية واسعة من جانبه رحب السيد الرئيس بوفد اللجنة الأولمبية في مصر موانئا سيادته السيد مصطفى براف على انتخابه رئيسا لها ومشيرا إلى دورها الهام في تعزيز الاهتمام برياضة على المستوى القاري أخذا في الاعتبار تأثيرها الفعال في التقريب بين الشعوب العالم وغرس الروح الرياضية والأخاء بينهم في إطار التنافس الرياضية ومشيدا بتطور الملحوظ الذي تشهده الرياضة الافريقية على الساحة العالمية والذي تمثل في الأداء المشرف خلال الفترة الأخيرة لمعظم الفرق واللعبين الأفارقة في البطولات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية الجمعية والفردية كما أكد رئيس توفير الدولة لشتى سبل الدعم لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الافريقية في القاهرة في ظل ظروف الحالية التي تمر بها القارة الافريقية بسبب جائحة كورونا مشيرا الرئيس إلى أن مصر مستعد دائما لاستضافة كافة الأحداث والفعاليات الرياضية في أي وقت وتوفير جميع الإمكانات والقدرات التنظيمية والإدارية واللوجستية لإنجاحها وقد شهد الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها الرياضة الافريقية مؤخرا وخطط الليجان الأولمبية الافريقية خلال الفترة المقبلة في هذا الخصوص للاستمرار في التطوير والتقدم فضلا عن سبل تعاون بين مصر واللجنة الأولمبية الافريقية للمساهمة في تطوير إمكانات الشباب الافريقية في المجال الرياضي ترجمة نانسي قنقر نفت اللاخارجية اللاصلية تقريرا نشرته صحيفة والسريت جورنال حول ظهور أعراض فارس كورونا على ثلاثة من العاملين في معهد يوهان قبل شهر من تسجيل أولى حالات الإصابة وقالت الخارجية الصينية أن التقرير غير صحيح بالمرة متهمة الولايات المتحدة بمواصلة الترويج لنظرية تسريب الفايروس من المختبر أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 222 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا ويأدنى حصيلة إصابات يومية منذ أربعين يوم وأكدت بيانات الصحة الهندية انكسار معدل الإصابات اليومية عن مستوى 250 ألف إصابة خلال اليومين الماضيين وأن عدد المناطق التي تسجل أكثر من 100 حالة يومياً آخذة في التناقص بوتيرة سريعة يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم دافعاً العديد من البلدان إلى فرض المزيد من القيود لمواجهة الوباء الذي أصاب وأودى بحياة الملايين ففي تايوان قررت السلطات تمديد مستوى الخطر المتعلق بكوفيد 19 حتى 14 من يونيو الأمر الذي يعني استمرار فرض قيود على التجمعات في ظل زيادة الإصابات المحلية وفي استراليا أعادت مدينة ميلبورن ثاني كبرى مدن البلاد فرض قيود كوفيد 19 بعد تفشي فيروس كورونا مجدداً وبمجاب تلك الخطوة ستقتصر التجمعات المنزلية على خمسة ضيوف وسيسمح بوجود ثلاثين شخصاً فقط في التجمعات العامة كما ستكون الكمامات إلزامية في المطاعم والحانات والأماكن الداخلية الأخرى حتى الرابع من يونيو المقبل وفي تلك الأثناء قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد تقرير صحيفة وولستريت جورنال الذي كشف عن أن ثلاثة باحثين في معهد ووهن الصيني لعلم الفيروسات سعوا للحصول على علاج بالمستشفى في نوفمبر 2019 أي قبل شهر من إعلان الصين رصد أول حالة إصابة بكوفيد 19 مشيرة إلى أنها تأمل في أن يتسنى لمنظمة الصحة العالمية إجراء تحقيق أكثر شفافية في أصول جائحة فيروس كورونا وعربياً ستفرد الجزائر قيوداً صحية صارمة على المسافرين عندما تستأنف الرحلات الجوية الدولية جزئياً الشهر المقبل إذ يجب على المسافر أن يحمل ما يثبت أنه خال من كوفيد 19 من خلال فحص لم يمر عليه أكثر من 36 ساعة قبل موعد صفره إلى الجزائر كما سيخضع جميع المسافرين للحجر الصحي خمسة أيام في فنادق على نفقتهم على أن يجرى تمديد فترة الحجر إلى عشرة أيام لمن تثبت إصابتهم بالمرض في نهاية الأيام الخمسة الأولى من جانبه قال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن العالم لا يزال في وضع هش في مواجهة وباء كورونا خاصة أن عدد الإصابات والوفيات يتجاوز ما شهده العالم في العام الماضي مشدداً على أنه لا يجب على أي بلد أن يعتبر أنه بعيد عن الخطر مهما كان مستوى التلقيح به أكدت مصر مجدداً تمسكها بالعمل الأفريقي المشترك وعدمت دخارها لأي جهد للوصول لأهداف القارة والحفاظ على مصالحها ودعم أجندة الاتحاد الأفريقي بما يعود بالنفع على دول وشعوب أفريقيا وفي بياناً لها بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا قالت وزارة الخارجية إن مصر لعبت دوراً محورياً من خلال إسهاماتها المؤثرة والمتواصلة في تطوير أليات العمل الأفريقي المشترك منذ بداياته وبشكل مستمر وصولاً إلى يومنا هذا الذي باتت تعرف فيه المنظمة باسم الاتحاد الأفريقي وأصبحت تمثل صوت الموحدة للشعوب والدول الأفريقية الذي يتصدى لمختلف القضايا والتحديات التي تواجهها القارة الأفريقية تحتفل أدول الأفريقية بيوم أفريقيا وهو احتفال سنوي يمثل يوم الحرية الأفريقي سابقاً في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية والتي تعرف الآن باسم الاتحاد الأفريقية المزيد في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نفتتاح جلسات الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عقب توقيع أعلان المبادئ في مارس الماضي بين الحكومة الانتقالية ممثل برئيس ماجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال القائد عبد العزيز الحلو وذلك بهدف استكمال عمليات السلام والوصول إلى سلام شاملا ودائما بالبلاد وأكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان اكتمال كافة الترتيبات لافتتاح جلسة الحوار الرسمية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو الأربعاء بجوبة والتي سيحضرها رئيس جمهورية جنوب السودان وكذلك رائسة مجلس السيادة والوزراء الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ودكتور عبد الله حمدوك بحضور عددا من الوزراء والخبراء دعت بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى إطلاق سراح فوري وغيرما الشروط لرئيس البلاد ورئيس الوزراء الذين اعتقلهم الجيش في وقت سابق وكانت عدة مصادر ديبلوماسية وحكومية أكدت لرويترز أن ضباطا من الجيش في مالي اعتقل رئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة بعد تعديل وزرية وتم اقتيادهم إلى قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو هذا وعلنت وزارة الداخلية الإيرانية لائحة رسمية بسبعة مرشحين لانتخابات الرئاسية الشهر القادم ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي أنه تمت الموافقة على سبعة فقط من بين خمسمائة واثنين وتسعين ملف ترشح من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق والتي يشرف عليها المنشد الإيراني آية الله علي خامنائي تعهدت طالبان بتوفير بيئة أمنة للديبلوماسيين الأجانب بعدما أعلنت أستراليا قرارها إغلاق سفارتها في كابل إثرى مخاوف أمنية وأفد ناطقه باسم طالبان محمد نعيم بأن تطمئن أفغانستان جميع الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الإنسانية بأن الحركات لن تمثل أي تهديد لهم مضيفا أنه سيتم توفير بيئة أمنة لأنشطتهم أعرب الكراملين عن أسفه لخطط أوروبا قطع الروابط الجوية مع بيلاروسيا وتجنب مجالها الجوي بعد تحويل مسار طائرة تابعة لشركة راين أير تقل أحد المعارضين وقال لناتقه باسم الكراملين دمتري بيسكوف أنه لا يسع روسيا إلا التعبير عن الأسف مشيرا إلى أن الاتفاف حول بلد كبير إلى حد ما يقع في وسط أوروبا مكلف جدا بالنسبة إلى كل شركات الطيران أشهد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرام جابرة بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط مصر والسعودية مؤكدا أن توجهات رئيس عبدالفتاح السيسي للإعلام هي ضرورة ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية وجاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد الشيخ برياضة وأكد رئيس مجلس الشورى السعودي أن رئيس عبدالفتاح السيسي قدم لمصر والمنطقة كلها إنجازات كبيرة وغير مسبوقة في فترة قصيرة جدا من ناحية أخرى أيضا أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف دكتور ماجد عبدالله القصبي خلال لقائه كرام جابرة أنه سيعود إلى مصر قريبا مع وفد من رجال الأعمال السعوديين لبحث المشروعات المشتركة بين البلدين نظمت السفرة المصرية في واشنطن جلسة افتراضية لمساعد أعضاء الكونغرس بمجلس النواب والشيوخ وذلك حول حقوق وتمكين المرأة في مصر تحدثت خلالها دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة حيث قدمت عرضا موسعا حول الجهود التي يبدلها المجلس في دعم حقوق المرأة وتمكينها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومجال الحماية من العنف وأوضحت أن المرأة اللامصرية تعيش أزهى عصورها بفضل وجود إرادة سياسية قوية حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤمن أن تمكين اللامرأة هو واجب وطني تواصل أجهزة دولة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع وتشجيع المزارعين على التحول من الرئي بالغمر إلى النظم الرئي الحديثة وخلال الاجتماع الدوري لوزير الرئي دكتور محمد عبدالعاطي مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والإقراءات المتابعة خلال فترة أقصى لاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات شدد وزير الرئي على اتخاذ كافة الإقراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرئي والصرف على مستوى الجمهورية دعت وزيرة الهجرة نبيل مكرم المصريين في الخارج إلى المساهمة في دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وخلال لقائها مع أعضائي وممثلي مؤسسة حياة كريمة قالت مكرم أن هناك تعاونا وتكاملا تاما لجهود الرامية إلى إدماج المصريين بالخارج في إنجاح أهداف المبادرة معربة عن سعادتها بجهد وحماسة الشباب القائم على تنفيذ هذه المبادرة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين وتوفير كافة احتياجاتهم كما بحثت الوزيرة مع ممثلي المؤسسة سبل التعاون في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وتوفير حياة كريمة للفئة الأكثر احتياجا بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وكذلك توفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية لهم وقه أهلي قرية رأس الخليجة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية الشكر لرئيس سيسي على توجهاته بتطوير قريتهم ضمن مبادرة حياة كريمة ودعمها بمشروعات البنية الأساسية من مياه شرب نقية وصرف الصحي وكهرباء وغاز طبيعية فضلا عن إقامة مبان ومشروعات خدمية الحياة تغيرت خالص الحمد لله يعني ودي الشغلة موجودة أود إحنا شاكولات شغلين والناس شغلائيات وفتحياتنا مبريزة مهدر الحياة كريمة ده ده حلم حلم والإنا الحلم يتحقق قدامنا والسيد الرئيس ربنا يحميه ويكون سنة كريمة عليه كده لأنه هو بيحب كرامة الإنسان وكرامة الإنسان في الحياة الكريمة في المشروع الخدمي على مستوى الجمهورية والخيارات بينا والناس كلها والناس مرتاحة من المشروع ده مبسوطة إن المجمع الخدمي ده هيكون كله في مكان واحد في جماعة المصاري الحكومية نشكر السيد الرئيس عبد فتح السياسي للمقادرة لأنبياء ودي بلاك فتحيات محتاج المشاريع ديات يعمل لنا هنا مجمع خدمات على أعلى مستوى لما أول شغلاتها بجماعة شخص كريمة والله أنا أشكره على اللي هو اللي بعمله ومشاء الله عليه وإحنا يعني بنحبه جدا ويعني بعمل حاجات المملكات عمل من 30 سنة هو جاء عملها والله افتتحت دكتورة منال عوض محافظة ضميات مشروعين بقطاعي التعليم وصرف الصحي بتكلفة تبلغ 65 مليون جنيه وأعطت محافظة ضميات لإشارة في بدء تشغيل مشروع صرف الصحي قرية الكاشف الجديد بمركز الزرقة وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة طبعا المدرسة دلوقتي بقت على مستوى عالي جدا وفيه كمان مرحلة جاية للتواصعات التانية زيادة على كده أن بقى فيها كيجهاد دلوقتي بقى في كيجوان وكيجوتو ده كمانش موجود خالص في الكرة وده تعتبر أول مدرسة في الكرية دي يكون فيها تمهيدي طبعا دي محطة صرف الصحي الكاشف وده محطة كانت من المشاريع المتعسرة النهاردة احنا نفتتح المشروع ده بتكلفة 55 مليون ده نقلة كبيرة قوي في مدينة الزرقة والكارية الكاشف استقبل مطار مرسا علم ست رحلة طيران تحمل علاماتها عددا من الأفواج السياحية قادمة من بولاندا والشيك وأوكرانيا وذلك وسط إجراءات أمنية وواقعية واحترازية مشددة وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر دكتور تامر مرعي إنه يتم تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الواقعي لتقيع الكشف الطبي على جميع ركاب القادمين من الخارج وإخضاعهم لتحليل الفورية والفقصات الطبية والآن مشاهدنا إلى وقفة مع أهم وآخر أخبار الاقتصادية نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن إهدار مبالغ طائلة على تطوير شبكة القطاعات المتهالكة وقال المركز أنه تواصل مع وزارة النقل والتي أوضحت أن أي مخصصات مالية خاصة بهذا الشأن يتم توجيوها بالشكل الأمثل لتكون وفقا لمستهدفات الوزارة لتمويل مشروعات تطوير وسلامة الشبكة القومية للسكة الحديدة بما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بهذا المرتق الحيوي في إطار مباحثات تعزيز التعاون مع بريطانيا بمشروعات السكة الحديدية ومتر الأنفاق في مصر التقى وزير النقل كامل الوزير سفير البريطاني في مصر جافري آدمز لبحث المستقدات الخاصة بتوريد أول قطارين للمونوريلة في إنجلترا أو من إنجلترا حيث تم تأكيد على توريد القطارين خلال شهر سبتمبر القادم كما بحث اللقاء تمويل وكالة الصادرات البريطانية لتوريد خمسين قرار جديد وتحديث خمسين قرار آخرين شهدت مدينة طنطة عملية استزراع أربعة ملايين زريعة سمكية بقناة طنطة الملاحية وقال محافظ الغربية أن عملية الاستزراع تستهدف توفير أعداد كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية لتوفير البروتين الحيوي بأسعار مناسبة للمواطنين لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخلق فرص عمل الصيادية نستهل المسطحات المائية بالتعامل مع أيد السر والصمكية الموجودة عندنا في المحافظة نحن عندنا طبعا فرعين النيل رشيد وضميات وعندنا ريحات وعندنا ثرع وعندنا أماكن كثيرة جداً ممكن أن نحن نمي فيها السر والصمكية السر والصمكية مهمة جداً لأهالي الغربية لأنها بتأمن أن هذا أمان غذائي لهم مصدر للبروتين بديل عن الدواجر وعن الماشية والأغنام وغني بالمواد الغذائية فمهم جداً أن يكون موجود هذه السر والصمكية النهاردة رمينا كمية كبيرة من الزريعة حوالي أربعة مليون زريعة وحتى المواطنين اللي عندهم هواية الصيد بيبقى إتاحها لأنه يجدوا مصدر غذائي لهم وفي الختم مشاهدين الكرام هذه التذكرة بأبرز العنوين رئيس السيسي يؤكد أهمية تعظيم دور الجهات المعنية بالشباب ورياضة في مصر والسعودية في النهوض بالشباب رياضياً واجتماعياً وثقافياً لينكنا يتعهد في إسرائيل بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة أعمار غزة زعماء الاتحاد الأوروبي وافقون على تبرع بمائة مليون قرعة من لقاحات كورونا وفي الختم مشاهدين الكرام للمزيد من الأخبار يمكنكم دائماً متابعة موقعنا على الانترنت extranews.tv كما يمكنكم أيضاً متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام وكذلك يوتيوب كنا معكم مالما جبريل وأنا نلاسكا فوزي في هذه الجولة الأخبارية شكراً للمتابعة وفي أمان الله